زي ما فيه سبعين في المائة أو ستين في المائة نسبة انسحاب فيه أربعين في المائة وأنا أرشح الاربعين في المائة لإني إذا مالك مش هيقدر يخش في مخاطرة أكتر من انسحاب في فترة قصيرة عامة طيب بالنسبة للأهل الأهل وتحديداً لو سامة أبو علي تجربته آخر عشر دقيقة في المباراة اللي فاتت ده بيدينا كده مؤشر أنه هيبدأ به في المباراة اللي جاية؟ ده لا خلاف على وجوده سامة أبو علي طبعاً ده هو أصلاً بالنسبة له هو يحطه وسامة ويحط على ليه بقى التشكيل هو أصلاً بيحافظ على رغم أنه العشر دقيقة اللي فاته ما كانش يعني لمساته ما كانتش دقيقة قوي بقاله شهور ما بيلعبش واللعاب الوحيد الواخد أجازة ده رفض أنه هو يخليه المسكورة حضرتك لو فاكر في نهاية الدوري كان وسامة أبو علي بينافس مع اللعب فيستون قلالة ماليلي اللي هو مهاجم برمدز الهدف اه هدف برمدز كان فيستون قلالة في آخر مبارلة وكان سجل هدف واحد بس كان قصر رقم وسامة أبو علي وكان خد لقب هدف الدوري ورغم كده مارسل كولر قال له ما تجيش ومش هتلمس الكورة قال له طب أنا خايف على لقب الدوري يروح مني وهدف الدوري قال له يروح أنا أهم حاجة عندي الرسط بتاعك وراحتك فلاقي بواخد راحة بقاله فترة الراجل بالنسبة لهم بلوره وقال له أنا عندي تأخذ يعني تخسر القفر داية ولكن أنا عايزك في النادي الأهل انت بالنسبة لي رقم واحد فهو جولدن بوي بتاع مارسل كولر يعني ده وسام يتحط وتحط بعديد تشكيل طب وغيابات بقى نادي الزمالك نادي الزمالك لحد اللحظة ديات ما نعرفش الحالة الفنية للعباء للأسف يعني حتى المصابين يعني عندهم موقع يعني هدف اللفظ يعني هو أصلا عندك يعني النبي لعماد دونجا مصاب أساسا وفيه طبعا عند الوقت المشكلة اللي هي بتاعت الغرامة اللي هتدفع وان شاء الله يخرجوا يعني